وربنا سبحانه يحب هذا الدعاء كثيرا لدرجة أنه مدح الذين يقولونه وسماهم عباد الرحمن ووعدهم بأنه سيعطيهم الجنة وتسلم عليهم ملائكة حتى الله سوف يسلم عليهم جل جلاله فقال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ما هو هذا الدعاء الذي قاله عباد الرحمن فأسعدهم الله في أزواجهم وأبنائهم انتبه معي قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قرة أعين يعني أن أرى ما يسعد عيني ويطيب نفسي في أبنائي وفي زوجته وفي المرأة في زوجها لماذا هذا الدعاء أفضل من غيره لأنك في غير هذا الدعاء إذا دعوت لأبنائك بشيء معين فإذا استجيب دعاءك فسوف يتحقق الشيء الذي طلبته فقط لكن لو أنك قلت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فإن الله تبارك وتعالى سوف يقر عينك في كل شيء فيهم وليس في مجال واحد فقط هل عرفت لماذا أرشدك الله في القرآن تدعى بهذا الدعاء؟